موسيقى خلال السنوات العشرين الأخيرة بدأ هذا النوع من الموسيقى ينتشر بين البلدان الأوروبية فاتخذ أساليب عدة ترتبط بكل ثقافة بلد على حدة لكن مع الحفاظ على اللمسات الموسيقية الفنية الأمريكية والإفريقية وليتعرف الجمهور البلجيكي بدوره على البلوز نظمت مؤسسة الأوروبية بمسرح بلجيك العتيقة ancien بلجيك المهرجان الأوروبي للبلوز موسيقى نظمت موسيقى نظمت موسيقى نظمت موسيقى نظمت موسيقى نظمت موسيقى نظمت موسيقى موسيقى وكان موسيقى وموسيقى عندما يبدو أن الناس يلعب في الآخرين علم الآخرية ، أكثر س سؤال الآخرين نحن النهاتف أخرى في العالم أيضا جديد للعلم بناندفران وقد وفأنه يكون لعلك الحصول في الآخر الamosطور في الرحلة المساقية في اليوم ويجال يسمى في الآخرين عندما أصبح من خارج عندما أثير من بعد ستريع 20 فرقة موسيقية من فن البلوز من بلدان مختلفة سيما أستراليا، إيطاليا، بولندا، نرويج، إيرلندا، إسبانيا، بلجيكا جاءت لتشارك في هذا المهرجان الأوروبي الفريد من نوعه وتقدم أفضل ما لديها من قطع موسيقية كما أنها دخلت في منافسة فنية شريفة لنيدي لقب أفضل فرقة بلوز بالعاصمة الأوروبية بريكسل موسيقية 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 بلوز من فرقة afroamericana موسيقية بلوز موسيقية موسيقية بلوز وموسيقية في العالم المسيقية تحتاج إلى الموسيقية في العالم هناكة لجعل ما يتم تعتداد دراسة أخرى في العالم ليس لذلك موسيقية بلوز موسيقية كما أن نتعرض الأمر ناضي جاهز في العربية سودية في دوباية ورغل كسر كما أن نعود الاجتنامي لن نعود موسيقية سيكون لدينا وزرائي ونحن ندخل في شعيد المفتل، كنت ندخل في بارد الأموان في المسيسبي، ندخل في البسطة، ونحن نسيناه كما يدخل، أننا نستيقظ في كل مكان في الموقع شمع اشخاص ينتظرون مع تطبيبهم من حتما أن ندخل مع البارد الأشخاص بشأنها لقد بدأ هذا النوع من الموسيقى كشعر الرثاء أو كشعر حزين يعبر به العمال والعبيد عن مآسهم التي كانوا يتلقونها من قبل أرباب المصانع وحقول القطنة والأسياد لكن اليوم أصبح البلوز منارة للثقافات وهو يحمل رسالة حب والصداقة ويحث على التعرف والتقارب بين الأجيال والشعوب عبر العالم ما أحب هذا هو أن تحصل على كل هذه المسلمين من أموالي أوروبا يأتي معاً على المسلمين واحدة يأتي معاً لتعرفة الموسيقى ومتحدث مع احدهم ويأتي معاً لتعرفة الموسيقى الكلمين يأتي ويأتي بالنسبة لفعلها في 21 سنة هذا ما أحب أفضل المسلمين والتعرفات الأوروبية هذا ما أشعر عن البروز أوروبياً أعتقد أنه ممتاز ولبلوز أساليب شته أقدمها تعود إلى بداية القرن التاسع عشر كأسلوب ديدلي بلوز وبلو ديفل هذه الأنواع كانت ترتكز على آلات موسيقية بسيطة كالبيانو الكلاسيكي والمزمارة والطبلة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هاجر السود الأمريكيون إلى مدن الصناعية الشمالية مثل شيكاغو وكانسا سيتي للبحث عن نقمة العيش فبدأ الفنانون منهم استخدام آلات الحديثة الموسيقية والتقنيات الصوتية كالقطارات الكهربائية والبيانو الإلكتروني والساكسفون ومكبر الصوت الميكروفون فأعطوا رونقاً آخر للبلوز وأسلوباً حديثاً سمي بشيكاغو البلوز والذي تألق فيه كل من هومن وولف، موندي وترس واجاك وومل هذا اكثر مهمة من يالكير من المشاركيون أكل الّرائل والتابع انتم تجد وهنا مهتم خطوط ومبني أت الأنفقال انتـقل إسم مع شعور البليوز والتحديث مع المشاركة في شعور البلوز والذي تطالب قوم بتوحدهم ونستطع مع جميع البلوز أليم لا يبدو أنه بإمكانهم ايضاً بشعور كلمة وليس أحدون ت pianبوز هذا الأمر يمكنك إضافيه في هذا المدين هذا المكان مهم جدا لأنه تقومون بمئك من جميع المناتين وهذا هو حقيقي حقيقي الحقيقي هو التشعر بين الجنبين هذا هو أعداد سمسكة لكن لا يمكنك تشعر هذا المدين لأننا نشاركهم المكان نمتع بوزعاً بشكل الاشتغل بشكل معمالي اشبه معه كبير معوك واستمر بشكل تهم من غرفين الاشتغل في هذه الدورة نالت الفرقة الإسبانية لقب أفضل فرقة البلوز بأوروبا وذلك لما لها من مزيج ثقافي لفنانيها وتعدد أنواع آذاتها الموسيقية القلاسيكية منها والحديثة الدورة الخامسة للمهرجان الأوروبي للبلوز أثبت بجدارة على أن البلجيكيين قد انضموا إلى المجتمعات المحبة لهذا النوع من الموسيقى وهم عازمون على ضم مجتمعات وثقافات أخرى لهذا الفن الموسيقي الأمريكي الإفريقي محمد العباني الثقافية بريكسل